ممكناً وفي القريب العاجل أن نقول وداعاً للألم المصاحب لفحص الدم فمن خلال وضع رقائق إلكترونية صغيرة في نحو خمس مناطق في الجسم بات بإمكان الطبيب الآن إجراء فحص الدم للمريض دون حتى اتباع الطريقة التقليدية بالوقت ويعكف أطباء وباحثون في مشفن في برشلونة بيسبانيا على تجريب هذا النوع من الفحوص الطبية عبر شرائح لمراقبة الدم ومستويات السكر فيه تم استخدام هذه الطريقة أول مرة من قبل رواد الفضاء الروس في أوائل عام 1990 وكانت محدودة الاستخدام جداً ونتائجها غير متطابقة مع فحص الدم التقليدي أيضاً تم استخدامها سابقاً في الصين ودول في شرق أوروبا كألمانيا والنمسا وقد أثبتت نتائج مبهرة لكن الباحثين لاحقاً طوروها لتعطي دقة عالية في النتائج هذه الرقاقات تكشف عن درجة الحرارة من خلال آليات منتظمة في الجسم يجب أن توضع هذه الرقاقات على السبابة وتحت الإبطين ومنطقة السرة وهي نقاط تبين بوضوح درجة حرارة الجسم ما يمكننا من قياس مستويات ومعايير الدم الجدير بالذكر أن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها لكشف أمراض محددة مثل التهاب الكبد الوبائي والإيدز لأن الجهاز لم تكتمل برمجته بعد لكشف مثل هذه الأمراض إذن معنا في الاستوديو الدكتور محمد بارعلي اختصاصي أمراض الضم وزراعة نخاع العظم في مشفى النور أهلاً دكتور أهلاً أنا عند الإعداد لهذا التقرير قلت لي أنك شاهدت بجوز أول تجربة كانت لهذه الطريقة من سنوات قديمة نعم من أوائل تجارب الحيوات أجت شركة روسية لعنا على دماشر وإجابة الجهاز احنا تفاجأنا فيه هو كان المطبق يبدو على رواد الفضاء الروس في بداية التسعينات فعلاً ولكن عندما أجلنا التحالي عندنا في المشفى لم تتطابق كثيراً دقة البيانات فما أخذنا وقتها الجهاز يعني ما اعتمدوه بس يبدو أن التطوير ظل مستمر في هذا المجال حالياً أصبح الجهاز عالي الدقة ويحلل حوالي 131 نتيجة بيقدر يعطيها من خلال هذه التقارير الجديدة تقصد بالنتيجة مثلاً مستوى سكر فيتامينات معادن في الدم هذه هي تقصد النتائج المعلامات الدموية تماماً العديد من النتائج التحليلية الكيميائية طبعاً يبقى أن هناك بعض التحليل لا يمكن إجراءها بهذا التكنولوجيا هناك معي لا يمكن إلا أن تأخذ بخلاعية الدم مثلاً المشعرات الورمية المشعرات المناعية هذه حتى الآن غير قابل هذا الجهاز أنه يعطينا ياها ولكنه هو قفزة هائلة في عالم الطب عالم التكنولوجيا ونحن نعرف أن التكنولوجيا قد تكون تستعمل في البداية في مكان وثم تستسمى في مكان آخر قبل الدخول في آلية هذه الطريقة دكتور محمد أنقل لك سؤال لزميلنا خاتم هل تطبق هذه الطريقة على مرضى الهيموفيليا أو السيولة الدم كما ذكر لي؟ الهيموفيليا قد تطبق ولكن ليس بكامل معاييرها ليس بكامل أنت بدك ياه من المريض يعني أنت المريض حتى تقيمه تحتاج العديد من التحاليل جزء منها التخثر ممكن يقيسها بس في معاييرات لا يمكن يقيسها هذا الجهاز حتى الآن لذلك لن نستطيع أن نستغني في الوقت الراهن على موضوع الوخز وأخذ عينات ولكن لنتخيل أن المرضى بيجوه على العيادات حاليا أما يفوتوا عند الطبيب بيعملوا شي بسموت رياج ما هيكيه هو قياس الضغط قياس النباط الأمور ودرجة الحرارة والوزن طبعا فمن ضمنها بيحطوا هذا الملقط على الإصبع مشان بالدراسة الضوئية بيجروا تركيز الأكسجين ما هيكيه في الدم من خلال التبالي اللوني طيب هلأ هذه التقاني زادت عليها مثلا أنه بيقدر يعطيك حتى الهموغلوبين بهذه الملقطة لوحده طيب إذا كنا هذا الجهاز نستعمله بهذه الترياج فتخيل الأطباء الديس رح يأخذوا معلومات عن المريض أبل ما يكشف عليه وبوقت أكثر كمان وقت 6 دقائق فقط كافي أنه يعطيك النتائج بالتالي بيقدر نعمل نعمل سكرينينج هائل للمرضى إذا كان في أي الترياشن يحتاج توسع أكتر فيك عاد تعمله تحليل نظام بهذا الموضوع طيب يمكن مثلا استخدامها لمعرفة مستوى فيتامين دال مثلا في الدم هذه الطريقة نعم يمكن استخدامها طيب دكتور ما آليتها تعتمد على حرارة الدم أم حرارة الجسم تعتمد على أكثر من موضوع دكتور الإسبالوات ذكر بالتقرير طبعه أنه تعتمد على حرارة هي حقيقة لا تعتمد وقت حكونا شرحونا الشركة اللي جابت لنا الجهاز تعتمد على فرق كمون أيضا كهربائي زائد فروق حرارية بالأوعية نفسها وفي الحارة المدن خصوصا من خلال النقاط التي تضع عليها تحت الأبطين السراء والسبابة ليست السبابة 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 الشرير الموجودة في الرقمة هذول السبابة وتحت الأبطين وفي منطقة السراء حتى هذه التجهيزات هذا الجهاز الإسباني حاليا يطوير في إسبانيا يستخدم خمس نقاط بس هم قادرين يحطوا الجهاز الأجادة وأتكائل وسبع دقاطة يستعملوها لها الموضوع فليس فقط العدد النقاط والذي سيحدد لنا النتيجة ولكن هي التكنولوجيا حديثة ستتطور لاحقا وستعطي بجوز استغناء عن التحاليل بشكل كبير والذين أيضا يتخوفون من وخزة الإبر وهي جراء الفحوص التقليدية سيكون نسبة للخبر سعيد جدا لأنه صاحب ما في داعي يدوخز بتأكيد أنا فعلا بيجيني كان في متزكة بمريضة أجتني كان لازم نقنعها حوالي نص ساعة لأنه حنأخذ منها وخزة وتشلقينها شي ثلاثين بمرة تقريبا واثنين من عائلتي سبتوها لحتى إذا أخذوا من عين صغيرة في بعض الأشخاص عندهم رهاب أيضا من رؤية الإبرة ورؤية منظر الدم نعم دكتور محمد فعلا أود أن أسألك دكتور محمد عن طريقة لماذا هذه برأيك كطبيب طبقت على رواد الفضاء مثلا فضاء من عدم الجاذبية كي لا يتناثر الدم ولماذا؟ تمام الواقع الفيزيائي في الفضاء مختلف عن الأرض الجاذي مختلفة فالوخز أيضا يحتاج ناس تقنيين خاصين بموضوع سحب الدم يختلف معايير الدم ويختلف معاييره بافتراق الجاذبية الأرضية موجودة هي 9.8 تختلف عنه فوق من الفضاء وبالتالي موضوع الفقاعات الهوائية له دور أيضا فكان لابد من أن يجدوا طريقة أخرى لا يعملوا مقاربة تحليلية للرواد الفضاء أسنان وجودهم في منهم يبقوا بالمحطات الفضائية ستة أشهر هناك فبيحتاجوا فعلا تحاليل دموية فكانت هذه الطريقة التي يعتمدوها وتعطيهم مقاربة أقرب ما يمكن إلى الواقع هل أن تصل لدقة هائلة تتماثل مع التجهيزات هي أعتقد قد تحتاج زمن طيب أنت مثلا هل تفضل الطرق التقليدية تكون عادة دقيقة الطرق التقليدية في اختبارات الدم أم مثلا مثل هذه الطريقة الحديثة مثلا لا شك كلما دور أكيد مع الزمن عندما يصلوا إلى مقاربة هائلة أو تقارب هائل مع التحاليل التقليدية سيكون لها دور هائل مثلا حكينا بالسكرينينج بالدور السكرينينج سيكون كثير مهم يعني أنت تكتشف العديد من الحالات تكتشفها بالمصادفة التحليلية يعني في ناس بيكون معاهم تأذي بالوظيفة الكلوية هو ما بيعرف هو يعيش طبيعي أو تأذي بوظيفة الكبيدية وهو يعيش طبيعي وإلى ذلك فأنت أتجي على الطبيب بالأساس أنت مراجعة دكتور أنفعزه حنجرة مثلا لسهم ما بس أن عمل هالسكرينينج كونه ما عد مكلف هل بالبداية الجهاز هو غالي ولكن الإجراء نفسه ما رح يكون غالي على الأطلاق وبالتالي سيكتشف لك عدد كبير من التحاليل هيعمل دراسة جيدة للمرضى ونخل إلهم طيب دكتور محمد أنا أعتذر على المقاطعة أدركنا فعلا الوقت ولكن سيكون بالتأكيد لنا حديث عن أمراض عديدة في الدم أنا أود أن أشكرك دكتور محمد بار علي اختصاصي أمراض الدم وزراعة نخاع العظم في مشفى النور شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لكم